لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا برحب بيكم وعزائي مشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل وعنوان حلقتنا النهاردة الشرك يساوي التوحيد عند ابن حجر احنا تكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن مسألة التحسين والتقبيح الشرعيين عند الأشعارة وإزاي أنهم بيتعالوا في القرآن وأخدنا أمثلة من القرآن إزاي الله في القرآن يقول ينهاهم عن المنكر ويأمرهم بالمعروف لو الناس ما تعرفش الفرق بينهم وده بيأكد أن المنكر والمعروف كانوا معروفين قبل ما جاء الشرع وهكذا أيضا شفنا في آية تانية أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائس كانت الناس تعرف ما هو الخبيث والطيب والفرق بينهم ولما يقول لا تقربوا الزنا أنه كان فاحشة الناس كانت تعرف معنا الزنا وتفرق بين الزنا والذواج قبل الشرع وبالتحسين والتقبيح الشرعيين عند الأشعارة بيتعانوا بطريقة مباشرة في القرآن لأن كده الله مش معقول هيحرم حاجة هما ما يعرفوش أنها خبيثة أو أنها فاحشة وبالعكس مش هيحل الحاجة هما مش عارفين أنها طيبة وخلينا كمان نأكد الفكرة دي من الشيخ أحمد الحزيمي ونشوف مها بعض الفيديو اللي جاي هل قبل الشرع العقل يحكم بحسن الحسني وقبح القبيح أم لا أهل السنة والجماعة قاطبة نعم العقل يحكم بحسن الحسن وقبح القبيح إذن من حيث الأسماء يحكم لكن من حيث التعذيب وما يترتب عليه من ثواب وعقاب مرده إلى الشرع لقوله تعالى إن الحكم إلا لله وليس للعقل مجال في الأحكام الشرعية ليس للعقل مجال في الأحكام الشرعية وإنما مرد الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإحلال إلى الباري جل وعلا وحده دون مسيح فلا حلال إلا ما أحله الله تعالى ولا واجب إلا ما أوجبه الله تعالى ولا حرام إلا ما حرمه الله تعالى حينئذ مرد الأحكام إلى الباري جل وعلا لكن قبل مجيء الرسول والشرع والبعثة حينئذ العقل والفطرة كذلك تدل على أن القبيح اتصف بصفة ذاتية تتعلق به وكذلك الحسن اتصف بصفة ذاتية لذات الفعل ولذات القول هو مذموب وقبيح وكذلك الشأن فيه في الحسن هكذا عند أهل السنة والجماعة من أهل البدع الأشاعر نفوا الحسنة والتقبيح العقليين والشرعيين قبله قبل الشرعين والمعتزل أثبت التحسين والتقبيح العقلي مطلقا يعني في الأسماء وفي الأحكام أهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين الأشاعر نفوا مطلقا يعني لا نحكم بكون الحسن حسنا حتى يأتي أمر من السماء ولا نحكم بكون القبيح قبيحا حتى نحكم بكونه حتى يأتي خبر من السماء حينئذ الشرك ليس بقبيح عند الأشاعر قبل الشرعين والتوحيد ليس بحسن عند الأشاعر قبل الشرعين هذا خلل كبير لأن العقل والفطر يدلان على أن إفراد الله تعالى بالعبادة حسنوا من كل وجه ويدلان كذلك على أن صرف العبادة لغير الله تعالى وجعلوا شريك مع الله عز وجل أنه قبيح الفطر تأب ذلك والعقول تأب ذلك وعندنا شاعر الله حتى يأتي النص من السماء بأن هذا شريك خلينا نعيد كلام الشيخ أحمد الحزيمي قال إيه الشيخ أحمد الحزيمي قال هل قبل الشرع العقل يحكم بحسن الحسن وقبح القبيح أم لا؟ قال إن أهل السنة بيقولوا أيوة العقل يحكم قبل الشرع بحسن الأشياء وقبحها وإن قبل مجيء الرسول والشرع والباسة العقل والفطرة كذلك تدل على تدل أن القبيح اتصف بصفة ذاتية تتعلق بي كذلك الشأن في الحسن لكن من أهل البدعك الأشعرة نفو التحسين والتقبيح العقليين قبل الشرع والمعتزلة أثبتوا التحسين والتقبيح العقليين مطلقا والأشعرة قالوا لا نحكم بكون الحسن حسنا حتى يأتي خبر من السماء ولا نحكم بكون القبيح قبيحا حتى يأتي خبر من السماء وكده في أمر خطير ترتب عليه إيه هو الأمر ده؟ إن الشرك ليس بقبيحة عند الأشعرة قبل الشرع والتوحيد ليس حسنا عند الأشعرة قبل الشرع وده بيعتبر خلل كبير لأن العقل والفطر بتدل على إن إفراض الله بالعبادة حسن من كل وجه وبيدل برضو إن الإشراك بالله ده قبيح والفطر والعقول تأبى ذلك لكن عند الأشعرة يقولوا لأ حتى يأتي النص من السماء ونعرف إن ده شرك ونشوف أمثلة كمان هيقولها لنا الشيخ أحمد الحزمي في الفيديو اللي قايني شوف ما بعد حتى يأتي الشرع وهذا الذي دل عليه النص وهو الذي عناه شيخ الإسلام نتايمه رحمه الله تعالى قال أما الأول فإنه سماهم ظالمين وطاغين ومفسدين قبل الشرع يعني أطلق البار جل وعلا فيه مواضع عديدة سماهم طاغين ومفسدين والظالمين قال تعالى أمرا لموسى عليه السلام اذهب إلى فرعون إنه طغى تجاوز إذا طغى يعني فهو الطغيان ففرعون حينئذ يسمى ماذا يسمى طاغوتا يسمى أولا يسمى طاغوتا حينئذ وصفه بكونه قد طغى فصار طاغوتا قبل أن يصله موسى عليه السلام صحيح اذهب إلى فرعون لم يذهب بعد إنه أي فرعون طغى فوصفه بماذا بالطغيان هنا الشيخ الحزيمي استشهد بمجموع فتاة وابن تايمية وقال إن الكرآن سما ناس ظالمين وطغى ومفسدين قبل الشرع وابتدى يدينا أمثلة وأول مثل قال إذهب إلى فرعون إنه طغى وده الكلام ده في سورة طاغة تلاتة وارباية وده لما الله قال لموسى روح لفرعون ووصف فرعون بالطغيان وفرعون سمي طاغوطا قبل ما موسى يروح له وخلينا كمان نشوف أمثلة أخرى هيقولها الشيخ الحزيمي في الفيديو اللي جاي وقوله وإذ نادى ربك موسى أن يأتي القوم الظالمين سماهم ظالمين قبل مجيء موسى عليه السلام قوم فرعون لا يتقون وقوله إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين وهذا قبل أن يولد موسى عليه السلام وصفه بماذا؟ بالإفساد إذن يوصف بماذا؟ بكونه مشركا بكونه ظالما بكونه طاغيا بكونه ظالما مفسدا طاغيا ولو لم يأتي نص ولو لم يأتي رسول وأخذ مثل تاني الشيخ الحزيمي بيقول وقوله زي ما بالقرآن بيقول كده إذ نادى ربك موسى أن اقت القوم الظالمون وده في سورة الشعرق عشر وهنا سماهم برضو ظالمين قبل ما يروح لهم موسى ومثل آخر قوله أن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفها منهم يذبح أبنائهم ويستحيي نسائهم إنه كان من المفسدين وده في سورة القصص 4 وكل ده قبل ما موسى حتى يتولد وهنا برضو وصف الفرعون إنه من المفسدين يبقى القرآن وصف ناس بالفساد والطغيان والظلم حتى قبل ما يجي نص أو رسول ونشوف الشيخ الحزيمي هيقول لنا هيقول لنا ليه القرآن وصف الوصف ده لهؤلاء قبل برود الشعر لماذا؟ لأن لسان العرب يدل على ذلك أولا لأنه من المحال عقلا أن يتصف بصفة ثم لا يشتق له منها وصف ثانيا إثبات أن هذا الفعل قبيح في ذاته قبيح في ذاته حينئذن الأفعاء الكذب لو قيل الكذب مثلا هل هو قبيح لذات الكذب أو لكون الله عز وجل نهى عنه لو قال الكذب الآن محرم حرمه الله عز وجل وكل ما حرمه الله عز وجل فهو فهو قبيح هل علمنا قبح الكذب قبل أن ينهى الله عز وجل عنه أو بعد أن نهى عنه فلولا مجيء نهي عنه ما عرفنا أنه قبيح فالتبس علينا الصدق بالكذب لا ليس الأمر كذلك وإنما عرفنا أن الكذب قبيح لذات الكذب تأباه النفوس الطيبة حينئذن لما نهى الشارع عنه ازداد قبحا ازداد قبحا فبالنهي عنه يزداد القبيح قبحا أما قبل مجيء الأمر والنص نسميه ونصفه بكونه قبيحا لذاته قال هنا فأخبر أنه ظالم وطاغ ومفسد هو وقومه وهذه أسماء ذم الأفعال والذم إنما يكون في الأفعال السيئة القبيحة فدل ذلك على أن الأفعال تكون قبيحة مذنومة قبل مجيء الرسول إليه الشيخ الحزيمي بيقول لنا وده بسبب إن الفعل قبيح في ذاته وبعدها وضح بمثل آخر يعني إيه الفعل نفسه قبيح ويعني إيه الفعل نفسه قبيح في ذاته إن الكذب هل هو قبيح لذات الكذب ولا لأن الله نهى عنه هل علمنا قبح الكذب قبل أنهى الله ولا بعد ما نهى الله عنه الأشعار عندهم لو أن الله ما نهىش عن الكذب ما كانواش يعرفوا إنه قبيح وطبعا ده قلط لأن كده الكذب بيساوي الصدق قبل الشرع لكن بقولنا فاهمين إن الكذب قبيح ولما نهى الله عنه إزداد القبح وهنا أثبتنا طبعا هنا أثبتنا إن الله فرق ما بين الرسالة وما بعدها في أسماء وأحكام وجمع بينهما في أسماء وأحكام وذلك حج على الطائفتين على من قال أن الأفعال ليس فيها حسن وقبيح ومن قال إنهم يستحقون العزاب ودلوقتي أنا هعمل ملاقص لحلقة النهاردة إحنا النهاردة تكلمنا على الأشعارة في مسألة التحسين والتقبيح الشرعيين عند الأشعارة وشفنا أمثلة أخرى قدمها لنا الشيخ أحمد الحاسمي واستشهد بإبن تيمية لما ذكر لنا أمثلة من القرآن إنه وصف ناس بالفساد والطغيان والظلم حتى قبل ما يجي نص أو رسول وده بسبب إن الفعل قبيح في ذاته حتى ولو لم يأتي رسول فإحنا بنعرف إن الكسب قبيح لأنه مدرك بالعقل إنه فعل قبيح في ذاته فقد فرق الله ببيدا ما قبل الرسالة وما بعدها في أسماء وأحكام وجمع بينهما في أسماء وأحكام وذلك حج على الطائفتين على كل من قال أن الأفعال ليس فيها حسن وقبيح ومن قال إنهم يستحقون العزاب تابعوني الحلقة الجاية عشان نواصل التحسين والتقبيح الشرايين عند الأشعر وألتقي بيكم في الحلقة القادمة لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أكرد بعقل إحنا نقبل بعقل وده يرد بعقل وده ينكر بعقل يبقى الجن يبقى ولعوبة بين حقل المساء